في عنوين النشرة عاشية الذكرى النخبة في واد طبع الدسم هو الملف الرئاسي والشارع في وادي الشعب جعون وبتلاقي العلم مشي يعني بالطريعة بتحكي مع حوله من يحمي شافط رمال المطار شركة بامريكا واحد من بيت بداير عبت تشير رمال من نص الحرم المطار وفاق بعد ألف عام فراق ضريف مصيرنا والسعودية مشترك وفي النشرة شبعان من حليب الأتان تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل مساء الخير تحل الذكرى وقد انفخت الدف وتفرأ العشاء الرابع عشر من شباط سيجمع الرابع عشر من أذار لكنه لي يرمم ما تصدع من زوايا التحالف والطريق إلى البيال لن تعيد زمان الوصل إلى بيت الوسط غدا ستحضر لياقات الرسمية ستلب النخبة الدعوة ووراءها سيصطف الكوادر إذ إن الثورة المخملية لم تعد تحتمل وجود القواعد الشعبية وأبناء الشوارع المنسية الذين ملأوا ساحاتها أرقاما غدا تحل الذكرى الحادية عشر ولم يبقى من ثورة الإغتيال إلا بقايا شعارات على جدران الحرية والسيادة والاستقلال أعشية ذكرى اغتيال مؤسس تيار المستقبل الانشقاق يهدد البيت الأزرق وإن كحل بمقولة لعين مبتعل على الحاجب في ليالي الشمال الحزينة صور الشهيد شاهدة على انقلاب الصورة وفي البيال انقلاب في الوجوه فرنجي وعون وجعجع على راس الليستة وجهت إليهم دعوات الحضور وإذا لم يحتلوا شخصيا الصف الأمامي فبالممثلين عنهم أما الغائب الأكبر فسيكون إعلان الترشيح للرئاسة وإن كان هذا الاستحقاق مادة الخطاب الدسمة لكن الدسم الرئاسي لا يطبخ على نار محلية ومهما قيل فيه فإن متمماته تستخرج من مواد أولية لاتفاق إقليمي لم يبلغ مستوى النج بعد وإن لاحت بوادره من ميونخ حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لا يوجد أي شيء في منطقتنا يمنع إيران والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا وأضاف إن المتطرفين يشكلون تهديدا لأشقائنا في السعودية مثل ما يمثلون تهديدا لباقي المنطقة ونحن مرتبطون بمصير مشترك ولأن الإرهاب عدو مشترك من يدري فمن اجترح نصرا نوويا لبلاده قد يرسم بكلامه الخطوة الأولى على طريق الألف ميل بتوحيد الإسلام سنة وشيعة اقتداء بلقاء الكنيستين الشرقية والغربية بعد شقاق دام ألف عام وتحت الشمس ما من مستحيل أحد عشر عاما على استشهاد الرئيس رفيق الحريري مهرجان جديا في احتفال بمشهدية وأغاني وطنية وفيلم وثائقي عن الحرير الأب وكلمة يتيمة للحرير الإبن الحق معك واليوم أكثر شعار رفعه تيار المستقبل في الذكرى الحدية عشرة على اغتيال مؤسسه عصر الأحد ستغص قاعة البيال بالكوادر والشخصيات السياسية والحزبية أما الجمهور الأزرق فمدعو إلى البقاء في منزله ومتابعة المهرجان عبر الشاشات وبالحديث عن الشاشات فأغلب الظن أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري سيتابع أيضا الحدث عبر الشاشة أيضا ويطل من خلالها بكلمة وحيدة لن تعلو عليها كلمات في تيار المستقبل طبع الدسم هو الملف الرئاسي بالإضافة للأوضاع الإقليمي بالإضافة للتطورات التي سايرت على صعيد الاحتدام السعودي الإيراني حضور الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 بات أو عدم حضوره يبقى ملكه شخصيا وقد عودنا على مفاجآت في هذا الصعيد وفي زمن المتغيرات السياسية المفاجآة تبقى في الحضور فالدعوات وجهت إلى كل القوى السياسية باستثناء حزب الله غير المرحب به في ذكرى الشهيد لكونه المتهم بحماية القتل على حد تعبير كوادر في المستقبل أما اللافت فهو دعوة المستقبل لكل المرشحين الرئاسيين السابقين والحاليين الدعوات وجهت لمعظم القوى السياسية من بينهم ناب سلمين فرنجي من بينهم رئيس تكتل الإصلاح والتغيير ناب ميشيل عون والسن الماضي كان هذا الشيء موجود وكان ممثل تيار الوطن الحارب الوزير جبران بسير المشهدية ممكن أن تكون جامعة هل مدعو أكيد دكتور سمير جعجع؟ طبعا دكتور سمير جعجع بكل 14 بكل ذكرى 14 بات كان حاضر أساساً لم يكن بالكلمة كان بالحضوره طبيعاً يكون في قائمة المدعوين لأنه كل ما يروج بالإعلام عن خلاف مع القوات هناك اختلاف في موضوع رئيس الجمهوري لكن التواصل لم ينقطع والعلاقة مستمرة كمان اليوم بتأتي هذه الزكرة على فينا نقول اختلاف وجهة النظر بين الوزير ريفي والرئيس الحريري هذا الشيء لن يفسد في ذات الخط وذات النهج قضية يعني بتعتبروا أنه العين مبتعل عن الحاجب وأي خلاف ضمن البيت الوحاد يبقى ضمن البيت الوحاد ولما كان فيه المستضين في الماء العكر وبحسب معلومات الجديد الكوات ستشارك بوفد كبير الوطني الحر سيحضر المدعوون منه باستثناء العماد عون فرنجية ليحضر شخصياً أما الحدث المنتظر أي تبني الحريري رسمياً ترشيح فرنجية فأبرز الغائبين ننسي السبع قناة الجديد بعدما كانت ترابلس نبضى ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري السنوية كيف ينظر ترابلسيون إلى هذه الذكرى في ظل الصراعات في المدينة؟ تقرير لراشال كرم تتجول في شوارع ترابلس الداخلية والخارجية ولا تلحظ لافتات عديدة تذكرك باقتراب ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلا القليل منها إلا أنه لا مخلصة لحكاية هنا بل تم خلال أيام الماضية تنزيق بعض صور للرئيس الشهيد مقابل إزالة صور لوزير تياره في الحكومة اللواء أشرف ريفي وتحديداً من ساحة عبد الحميد كرامي صراع اللفتات والصور أتى ترجمة للخلاف بين الرئيس سعد الحريري وبين ريفي على خلفية انسحابه من الجلسة الحكومية الأخيرة دون التنصيق معه كيف انعكس هذا الصراع على الشارع الترابلسي عشية ذكرى اختيال مؤسس تيار المستقبل نحن ما مريد هالخلافات تكون مع بعضهم لأن اتنين مثل أخوة مع بعضهم ما لازم يصير هالأمور هايدي ونحن عشرة في الريفي منحبه ومعه للدعم ياللي بتخلى عن الليواء تخلى عن درابلوس 14 باط 14 باط أسوأ الذكرى عننا نحن بالنسبة لقيلنا نحن كلبنانية لأنه خسرنا أهم شخص بها البلاد والله إحنا كده نعبد بيوت لا دعونا لنزل ولا قلونا في مهرجان ولا أعملوا لأي اجتماع ولا الشعب جيعون وبتلاقي العالم ماشي بالطريعة بتحكي مع حوله النائب السابق مصباح الأحتب البعيد عن اللاعبين السياسيين في درابلوس يفرق بين القضية وإدارتها هناك شيء اسمه القضية هناك شيء اسمه التنظيم القضية بعدها موجودة يمكن ولكن التنظيم صار واضح أنه فاشل يعني ما في شك أنه في خلاف عم بيكون بين فريقين المفروض يكونوا بنفس الخط وهيدا عم تكون الناس مستاءة من وراه ولكن باعتقدة الناس اللي بهمها تسمعه هو معالجة الأوضاع الأساسية تبعيتها أكتر من هالخلافات يلي هي خلافات سياسية ذكرى 14 باط أنا برأيي أنا عزلتها من خمس سنين هي ذكرى لاستشهاد شخص من كبار لبنان نحن على الساحة الترابلسية ست من زمان فقدنا الأمل بها القيادة لأنه برأينا أنه ما ممكن على مدى عشر سنين الواحد يبقى عم بيستمر من تنازل لتنازل لتنازل دون أن يكون هناك رؤية واضحة يرى البعض أنه كما هي حال صور الرئيس الشهيد خارج المدينة كذلك هو يراقب المدينة من بعيد بعدما رفع ورثته أيديهم عن الشؤون الداخلية للمدينة ويعتبر البعض الآخر أن للرئيس الشهيد مكانة مميزة في قلوب الترابلسيين على الرغم من كل ما جرى خلال السنوات الأحد عشر الماضية إلا أن الجميع مدرق جيدا أن ذكرى استشهاد الحريري السنوية ما عادت تحرك النفوس كثيرا فالجوع والفقر والحرمان استفحل بالنفوس من ترابلس رشال كرم قناة الجديد بعد صدور الأحكام القضائية في أحداث ترابلس الجميع يرى نفسه مظلوما التفاصيل في تقرير من ترابلس لرشال كرم مرت سنتين ونصف السنة على تطبيق الخطة الأمنية في ترابلس ومر على وجود غالبية قادة المحاور في السجون الفترة نفسها تقريبا إلا أن المحكمة العسكرية أصدرت يوم الجمعة قراراتها فيما خص أبرز قائدين عرفاء بالإعلام كقادة محاور ترابلس سعد المصري وزياد علوكي إلا أن المحكمة برأت المصري في قضية قيادة المحور وحكمت عليه سنتين ونصف السنة في قضية أحداث جبل محسن باب التباني وبالتالي سيخرج المصري من السجن بعد 28 يوما بينما زياد علوكي فقد محكوميتي في قضية قادة المحاور وثلاث سنوات في أحداث الجبل والتباني ليبقى من محكوميتي ثلاثة أشهر وبالتالي سيخرج من السجن في شهر أيار المقبل عائلتهما وأصدقاؤهما كيف علقاء على الحكم القضائي إلا أنتم مظلومين ولا أنتم بنعكس نعم طبعا مظلومين لحلك ليلة أنا برجع وقال لك لما نقشت الدولة جينا وإنا للدولة تفضل ها نحنا جينا لعنك مثل سعد المصري وزياد علوكي اللي يعملوهم أنه قادات محاورة لما نقشت الدولة قوموا الدولة ولا سلموا حولا للدولة اللي فعل من العادية معروف رفعت عيد وأتبيعه وغيره الحزب العربي الدموري القوتي لأ هلأ السنبالة حكموا بالديل عزيك حكموا بالأشغال المؤبدة وداخل الترال وداخل التباني داخل المحاور الأخرى في ناس تابع لأجهزة الأمنية ومعروفين يعني في ناس تابعوا مثلا لأشرف الريف وغيره هذا شي أنا عم بيحكي عمتا أنا بس على سعد المصري وزياد علوكي هترجع تقود مظاهر بس رجع من تركيا لا طبعا لا ما حصير في وجود دولة وبوجود الدولة كلتنا وراء الدولة ما في عنا إياش نحنا حنحتفل باللي هو مسمحنا كل شي كدبع خوريف كوزيع عشات للفقرة جميع هده هده الفرح حيكون الفرح طبعا ضمن القنون وضمن كل شي في المقلب الآخر مقلب الجبل حكمت المحكمة العسكرية غيابيا على رئيس حزب العربية الديمقراطية رفعت عيد بالمؤبد والأشغال الشاقة نحن نبارك للشباب اللي إلهم أربع سنين موقفين واللي حكم القاضي عليهم بسنتان يعني إلهم سنتان تقريبا مع الدولة نبارك للشباب اللي طلعوا وبدنا نقول إنه حكم الأستاذ رفعت نحنا اتفاجأنا فيه صراحة لأنه إحنا أولا الأستاذ رفعت مكان قائد محور إذا بدون يحاسبوه معنويا على صفته المعنوية أو صفته التمثيلية ففيه مقابل وسعد الحريري كمان عنده صفة التمثيلية وطيال مستقبل كرعي للمعارك اللي كانت عم تصير بترابلوس إضافة على الاعترافات لقاط المحاور يلا ترفع العميد حمود أنه كان يذخر هو كان يموله وكان يحرد يعني إذا بنا نجي نعمل توازن بهذا الموضوع نلاقي إنه في مين حر طليق مسؤول ميليشيا طيار المستقبل حر طليق بالوقت الأستاذ رفعت عم يحاكم غيابيا هو ما له أي إيمي قانونية حسب القانونين وحسب رأي القانون بهذا الموضوع ولكن شفناه قاله إيمي يمكن إعلامية أو سياسية يمكن لي برضو شوي الشارع التجارة مشال اسماحة ولا يقولوا هاجبنا لكم مؤبت لرفعة عيد فدائما عم ينظر لهذه المنطقة ولهذه الحالة اللي كانت موجودة في مدينة طرابس وخصوصا منطقة جبل محسين كأنه هي مكسر عصب هذا الموضوع كما فتحت الملفات القضائية في أحداث دموية قتل من قتل وجرح من جرح خلالها أنا الأوان لتطوى هذه الصفحة من تاريخ طرابلس والجميع يأمل أن تكون الصفحة الأخيرة من طرابلس رشال كرم قناة الجديد الوزير السابق وياموهاب يكشف للجديد فضيحتي سرقة رمال من المطار وتقاسم عائدات ترحيل النفايات في مقابلة مع رامز القاضي هل يجوز أن يصل العهر إلى حد سرقة الرمال من داخل حرام مطار بيروت هكذا اختار رئيس طيار التوحيد الوزير السابق وياموهاب أن يسأل عبر تويتر عما يجري في مطار بيروت كاشفا عن مشروع لسرقة الرمال من هناك تحت أعين المسؤولين عن هذا المرفق العام وربما أبعد من ذلك بتواطئ وتقاسم حصص في شركة بامريكا واحد من بيت بداير عبت تشير رمال من نص الحرم المطار بحجة أنه هي عندها ردميات عبت تحطها ما عبت تحط ردميات وعمالي بتشير رمال خلص يعني يعني كمان من حرم المطار يعني عايب خلص لازم يتوقف هذا الموضوع أنه ما بيجوز كمانا كل عرس له قرص ابن بداير كمان ما بيجوز يعني يعني هذا موضوع لازم يتوقف قالوا لي هاي يعني ما بعرف اسمه شو بالزرق شو أكيد يعني بالاتفاق عمي أنه في قصة فيتين في أكتار يعني في روسبي فيتين في أكتار فرش فت شو عنا الموضوع اللي فهمت أنه وزير الأشغال رح يوقف له إياها بإخر الشهر وهاب اكتفى بالإشارة إلى صاحب المشروع وهو علي بداير من دون أن يغوص في أسماء الشركاء من المتنفذين والمسؤولين فيه ناس من 14 تسرقش وفيه ناس من 8 ما بتسرق وفيه ناس من 14 عب تسرق الدولي وفيه ناس من 8 عب تنهب الدولي بس بالأخير أنا رأيي أنتو كعلم لش بتكون توقفوا عن الموضوع مثل القصة تهلق النفايات نفس الخبري قبل من فضل النفايات هي إلا علاقة بأسر الرمول اللي كان عب يصير عمالة الوزاع اللي حكي عنه المشروع ولا بقلب فضيحة أخرى أشار إليها وزير البيئة السابق هي مسألة ترحيل النفايات وتوزيع بعض من العائدات على السياسيين الشركة اللي كانت أخدي بـ 85 دولار عارضة بتقول هي بتربح بالطون 14 دولار أو 15 دولار أو شي يعني فبكل الحالات أنه تكاليفه حوالة 69 دولار تحت تالي يتاخذ على روسيا الباقي فيه 60 دولار محيّدين توزيعها بعد ما وصلني ليحت الأسماء كلها بس توصلني رح انشرة يعني عب حاول فتش عليحت الأسماء لا عب قل لك يعني ما بدي يعني كمان أنا بدي يتأكد منها وصلني توزيع أنه واحد أخذ عشرة واحد ستي واحد ستي واحد خمسي واحد ثلاثي بدي بدي بس تأتأكد منه لأن هذا كلام دقيق بدي يكون مللوا اللبنانيين صار اللبناني يقل لخي دخيلك خلصني من الريعة خلصني من الأمراض الناس كلها عب تلاحظي عما الشتوية ثلاثة رباعة الناس مريضة ثلاثة رباعة الناس مش عمالي بتصح طب أنه أنه وصلتوا الناس لها الحدود تترجعوا تخلعوها بمئة وخمسين دولار زيادة والله حرام عليكم عايب عليكم هذا غيض من فايد وهابة فهل تقذف الرمال المتحركة بالمنتفعين من الصفقات والسمسرات إلى خارج حرم البلاد ولملاه في نفس صفقة ترحيل النفايات حليب أنثى الحمار دواء لكل داء تقرير حليمة طبيعة في تركيا ارتفع في الأيام الماضية سعر الحمار من 200 ليرة تركية إلى ألف والسبب زيادة الطلب على الحمير ولسيما الأوتون أي إناث الحمير المنتجة للحليب أما سبب زيادة الطلب على هذا النوع من الحليب الذي يصنف بأنه الأغلى في العالم فهو تمتعه بقدرات علاجية كبيرة لعدد من الأمراض إضافة إلى قدرته على تأخير علامات الشيخوخة وهو ما جعله يدخل في تركيب عدد من مستحضرات تجميل في أوروبا حتى إن ثمت من يعتقد أنه سر من أسرار الرشاقة ويحكى أن سر رشاقة كليوبترا وجمالها يكمن في أنها كانت تستحم بحليب الحمير قصدنا أحد مربيء الحمير في منطقة شحيم نسأله إن كان يعلم سر حليب الأتان فوجدنا لديه الوصفة عم أنت بتعرف أنه حليب الأتان أو الحمارة مفيد؟ معلوم مفيد للحساسية أو للربو هلأ أزا زرق واحد مثل حكيتنا كبير عمره بيأخذ يبيرتاح بس أزا طفله عمره خمس ست سنين مسحة رسول ما بعد يتراجع تروح منه الحساسية والربو أنتو مجربينه للحليب؟ طبعا مجربينه بحالنا بأولادنا وكيف تعمته؟ حلو مثل قرن الخروفة تعمته مضيق قاطع من الحليب المعزة أعم أحكي كي جد تسعلي كتير وقالت لأمي ستك راح تجيب مثل حلبة حمارة بكين بكل ضيعة وفيه اتنين بكل بات مارة حمارتاز وفي المناسبة العام لطفي كشف لنا سر المثل الذي يقول شبعان من حليب أمه وإن كانت تركيا واليونان وفرنسا وتشيلي من أشهر البلدان المنتجة لحليب الأطن أو كما يسمى عادة حليب الحمير فما الذي ينقص لبنان اقتصاديا ليصبح دولة منتجة هو الآخر نحن أولا بحاجة لاستقدام سللات جديدة من الحمير المنتج العالي الانتاجية اتنين بحاجة لأعلاف الكيفية اللي نأمنها لناخد مننا برودكت أو منتج عالي الجودة يعني الحليب العادي الرو بتراوح إذا كان عالي الجودة للـ 75 دولار بيبلش من 35 لتر لـ 75 دولار الأجبان كتير عالي سعره حوالي كيلو من الأجبان حوالي 1250 دولار لا يقل عن 1252 دولار فهل ينصف اللبناني الحمارة في بلد لا يجد فيه المواطن من ينصفه؟ حمار وبتحكي كل الحمير بتحكي بس انتوا ما بتفهموا عليهم لأنكم مني آدمين أجل حلم طبيعة قناة الجديد لفتت نازك رفيق الحريري عقيلة الرئيس رفيق الحريري إلى أننا نلتقي اليوم بعد مرور 11 عاما على رحيل رفيق الحريري لنتذكر مسيرة عطاء ومحبة ما زالت ذكراها العطرة تمثل مصدر إلهام وحكاية نجاح تتناقلها الأجيال وسألت نازك الحريري روح الراحل أين نحن الآن مما أردته؟ أين نحن الآن من نهج المؤسسات الدستورية الفاعلة وقانون التشريعات؟ أين نحن الآن مما كنت تسعى جاهدا من أجله وتعمل بعزيمتك ووطنيتك لإعادة السيادة والحرية والاستقلال والأمن والأمان إلى هذا البلد الحبيب لبناننا الذي نحلم به جميعا رأت مجموعة بدنا الحاسب أن مرسومة رصد 50 مليون دولار من أجل ترحيل النفايات هو جزء من عملية فساد علنية وانتهاك للقانون يرتكبه الساس أمام الهيئات الرقابية التي تحولت إلى سلطة صماء وعمياء وفي مؤتمر صحفي من ساحة رياض الصلح رأت المجموعة أن صفقة ترحيل النفايات هدر للمال العام لكون الاتفاق مخالف للقوانين والأصول فضلا عن أن عناصر التسعير غير واضحة وغير شفافة لقد توفر لدينا معلومات عن علاقة قوية تربط ما بين شركة شينوك التي قررت الحكومة منحها عقد الترحيل بعيدا عن أعين الهيئات الرقابية وبين المدعو محمد علي عجمي سيد محمد عجمي رجل أعمال لبناني بيحمل الجنسية البريطانية من موليد 17 أزار 1954 والدته خديجة مشلب محكوم بتاريخ 13-11-95 بجرم التعامل مع العدول الإسرائيلي مفوض قصر العدل في نقابة المحامين يرد على تقرير سماسرة العدل والنقابة تدافع عن قرارها منع الملاحقة بعدما عرضت الجديد التحقيق المتعلق بقرار نقابة المحامين منع ملاحقة المحاميين ماجي وزني ووسيم شعر طلب مفوض نقابة المحامين في قصر العدل المحامي ناضر جاسبار الذي شارك في دراسة الدعوة المقدمة ضد المحاميين الرد على التقرير ما مندخل إذا إنسان بيتهرب ومتهرب أنا كل اللي بعرفه وكل اللي بقل لك إيه إنه الإنسان بقدم شكوى هالشكوى بتجي على مجلس النقابة نحنا بنعمل التحقيق اللازم بأداء التفاصيل قلتلك بالمسلكية تما نضيع بالهيدا عد خمس ساعات أنا وصاحب العلاقة واستمعتله وكواننا أناعة وإلى آخره بالجزائية استمعتلهم كمانا للمحاميين الوقت الكافي نحنا شفنا إنه بمجلس النقابة إنه هالموضوع بمعرض مهنة المحامات ليه؟ لأنه عم بيجوا بمفهومنا نحنا متل ما شفنا ومتل ما استمعنا إنه عم بيجوا يقولوله إنه يعملون وكالي وأتعابن هي هالقدة وبيقلهم هو بيقلهم شو الطريقة بيقولوله هيدا شغلنا هيدا شغلنا استمعت أنا لشاهدي قالت إنه إيه مظبوط سألوني وقلت لهم بتعملوا كذا 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 يعني بعينوا خبير بروح على الفلبين يعني ما بدنا نفوت تفضل بت الجيل بت الجيل بيقولوا واسم شعرنا جواز دي إنه شغلتك تنحل بأربع وعشرين ساعة حين تطفع المبلغ إرسال خبير إلى الفلبين للتحقق من الدعوة وتفاصيل القضية يتطلع بأربع وعشرين ساعة عادة بدي أسألك أنا السؤال أنا هم في هذا التقرير إنه إشرح للرأي العام كيف شخصين يرفع عليهم عليهم دعوة من قبل شخص قريب لأنه هو قاضي بلا الوزن متهمهم حتى لو مذاكرة بالقضية بجراء معينة ومن ثم يستأنف متعي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر قرار النقابي ويعتبر أن مقاما به وسيم شعر وماقي وزني جرم ذا كناب الطريق الرشوى ابتزاز وإجراء واجب إلى آخره ولا تزال النقابة تعتبر أن مقاما به وسيم شعر وماقي وزني هو يدخل ضمئ نحن نحن عم نعتبر نحن لأنه عال الرأي العام الرأي العام اللي منه ندارس الملف من الرأي العام يشرف يجي وينيقشني ليه دارس الملف حضرتك دارس الملف وين عطيني تشو دارس بالملف نحن اللي دارسي الملف نحن اللي دقائنا بالملف بأداء تفاصيله نحن هيدا قرارنا يرى جاسبار أن قرار النقابة إحالة المحاميين إلى المجلس التأديبي لا يمكن الاستهانة به نحن نفترض أن العقوبة وصلت إلى منع ممارس المهنة مدى الحياة نعم هل هذه تقارن بالجرم أو بما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له المحامي وسيم شعر وماقي وزني في حال محاكمتهم جزائيا نحن وقتنا ندرس ملف أتعاب مثلا منقول شو تعب المحامي بيطلع له هل قدي أتعاب شو عملوا بياخدوا عقوبة مسلكية عملوا شي جزائي بياخدوا عقوبة جزائية نحن درسنا الوضع وشفنا أنه هالاستاذين ما ارتكبوا ما في عناصر الجرم الجزائي يصر جاسبار على الدفاع عن قرار النقابة على الرغم من دعوة القادي بلال وزني وطلب النائب العام الاستئنافي القادي زياد أبو حيدر فسخ قرار النقابة هل ستنفع النقابة عن قرارها بحجب ملاحقة المحاميين تدافع ستصر النقابة على قرارها بعدم أعطاء إذن الملاحقة للمحامي وأكد لك وأكد لك أنه إذا رجع إجا الملف مرة تانية على الأقل بحكي بإسمي وبعرف أنه زملائي من اللي ما بيغيروا رأيون اللي صوت أنه هيك أو ما صوت أو اللي بدك يسمي بنرجع بنعمل زيت شي ومع ذلك كله يدافع جاسبار عن قرار مجلس النقابة محيلا القضية الآن إلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي أيمن عويدات لبت قرار الملاحقة والاختيار بين اعتبار أن مقام به المحاميين يندرجوا في إطار عمل المحامات أو جرم يجب أن يعاقب عليه جزائيا في منتصف العام الدراسي تلميذ متوسطة البسطة الثانية الرسمية المختلطة مضطرون إلى استبدال مدرستهم 180 طالبا وطالبة مهددون بالتشرد من مدرستهم وبعدم إكمال عامهم الدراسي السبب وإن كان غير محدد رسميا إلا أن أهالي أهولاء الطلاب فجعوا بطلب إدارة متوسطة البسطة الثانية الرسمية المختلطة منهم نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بذرائع مختلفة منها هدم المدرسة وبناء جامعة مكانها وحينا تشيد طبقتين إضافيتين بأي حاجة بدأت أن يبنوا عليها ويكبروها مش عارف شو اللي بيكبروها بيكبروها من بعد ما تخلص المدرسة مش بنص الفصل الدراسة هن بيقولوا عم بيقولوا بدنزيدوا طابقين رجعوا بيقولوا أنه يعملوها جامعة طب حيرونا بسيعة بيقولوا روحوا شتكوا لوزير التربية هذا الخبر برسم وزير التربية والتعليم العالي الحريص على العام الدراسي وعلى أن ينال جميع الطلاب حقهم في العلم علما أن العام الدراسي تجاوز نصفه ولم يبقى على نهايته سوى ثلاثة أشهر صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عن سروره بأن الرئيس سعد الحريري مصر على السلم الأهلي والعيش المشترك والتضحية في كل سبيل لتعود المؤسسات الدستورية إلى العمل وأكد دريان من أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري إيمانه بقدرة لبنان على الصمود فسنظل مؤمنين بقدرة لبنان على النهود بقدر ما آمن رفيق الحريري وسنظل عاملين من أجل ذاك النهود اقتداء به وبنهجه ودأبه دشن وزير الاتصالات بطرس حرب مركز الخدمات المشتركة بين مؤسسة أوجيرو وأم تي سي وألفا في حلبة وفي خلال احتفال حضره نواب المنطقة وفعلياتها تعهد حرب أن يجعل من آخر قرية وآخر مواطن في عكار مواطنا مستفيدا من الانترنت السريع والألياف الضوئية في إطار التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي نفذت وحدات من القوات البحرية بالاشتراك مع الفرقاطة الفرنسية التي تزور لبنان حاليا تمرينا تكتيا في عرض البحر قبالة مرفأ بيروت حول دهم سفينة مشتبه فيها افتراضيا وتفتيشها وتنفيذ عمليات مكافحة حرائق ومساعفة مصابين ورفع اعتدة ونقل عناصر من المراكب بواسطة الطوافات العسكرية لم تنفع كل النداءات التي أطلقها البيئيون وعدد من رؤساء البلديات في عكار للحفاظ على البيئة ومعنى التجار من قطع الأشجار المستمر وبصورة ممنهجة أربعون شجارة من الأنواع النادرة قطعت في محمية التاشع غير أن البلدية تمكنت من كشف المرتكبين الذين تعهدوا عدم تكرار فعلتهم عشرة على عشرة هو عنوان المشروع الذي أقامته مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية فقد عمل نحو 120 تلميذا من المؤسسة على مشاريع علمية بإشراف أساتذتهم وقدموا 39 منها وعرضت المشاريع أمام لجنة التحكيم وجرى اختيار الفائزين بالمرتبة الأولى ونالت الطالب الكفيفة نور إسماعيل مرتبة التفوق فيما عملت تلميذ علي يونس على مشروع حول فرز النفايات بواسطة الصوت والضوء وعملت مجموعة أخرى من ذوي الحالات الخاصة على جهاز لقياس كمية المتساقطات من الأمطار وأخرى على حديقة منمطة تهدي الكفيف رفضاً لاستمرار تدفق المياه الأسنة على طريق دمشق بيروت الدولية في منطقة عنجر حوش موسى اعتصم أهالي المنطقة وطالبوا المسؤولين بإيجاد حل سريع لمشكلتهم المستمرة منذ ما يقارب خمسة أسابيع جلسات مؤتمر ميونيخ تسودها تحذيرات من عمليات إرهابية في أوروبا ودعوات إلى تدخل بري في سوريا أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف عن اعتقاده بأن بلاده يمكنها العمل مع السعودية بشأن النزاع في سوريا كلام ضريف جاء في خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ليس في منطقتنا شيء يمنع إيران والسعودية من العمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لنا جميعا إن المتطرفين يشكلون تهديدا لأشقائنا في السعودية مثل ما يمثلون تهديدا لباقي المنطقة ونحن مرتبطون بمصير مشترك موقف ضريف جاء بعد تحذيرات بالجملة أطلقها حضور مؤتمر ميونيخ للأمن فقد أعلن وزير الخارجية التركي مولول جويش أوغلو أن أنقرة والرياض قد تشنان عملية برية في سوريا على تنظيم داعش الإرهابي لافتا إلى أن السعودية ترسل طائرات إلى تركيا لتكثيف الحملة الجوية على داعش وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أشار بدوره إلى إمكانية التدخل البري في سوريا وحذر الحكومة السورية من أنه في حال عدم انتزام الجيش السوري تنفيذ الهدنة فأن ذلك قد يؤدي إلى تأليف قوة عسكرية برية للتدخل في سوريا وربط وقف الحرب في سوريا برحيل الرئيس بشار الأسد إن الغالبية العظمى من الناس متأكدة أنه لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار في سوريا في ظل وجود الأسد في السلطة السوريون أضاعوا فرصة التسوية السياسية للأزمة وندعوا روسيا إلى التوقف عن استهداف المعارضة السورية بغارات طيرانها الحربي الموقف الأمريكي قابله آخر روسي جاء على لسان وزير الخارجية سرغي لفروف الذي أمل أن يدفع خطر الإرهاب جميع الدول إلى ترك محاولات قلب الأنظمة إن محاولات تأليف جبهة فعالة مناهضة للإرهاب لم تكلل بالنجاح بعد بسبب عجز بعض الدول عن ترك القضايا الثنائية جانبا وبقاء حسابات لاستغلال ما يجري في محاولات لإطاحة أنظمة حكم وتحقيق مطامح جيو سياسية أخرى أما رئيس مجلس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فحذر من أن هجمات واسعة أخرى ستحدث في أوروبا البابا فرانسيس يزور موسكو بعد لقائه في هافانا في خطوة غير مسبوقة بطريارك موسكو وعموم روسيا الأورتودوكس كيريل هكذا رحب ألف المكسيكيين بالبابا فرانسيس الذي وصل إلى مكسيكو وكان في استقباله في المطار رئيس البلاد وعدد من المسؤولين وفي ثاني أكبر بلد كاثوليكي في العالم احتشدت الجموع الغفيرة لاستقباله وقدم أطفال يرتدون الزية التقليدي للبابا صندوقا يحتوي على تربة من 32 و30 ولاية في البلاد لكي يباركها وفي خرق للبروتوكول غادر البابا فرانسيس كعادته السجاد الحمراء لمباركة جوقة أطفال ومغنيين آخرين تجمعوا للترحيب به وارتدى بعض الوقت القبع التقليدي المكسيكية موسيقى والبابا فرانسيس هو أول حبر أعظم يستقبل في القصر الوطني بعد 24 سنة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان ومكسيكو مع أن ثلاثة بابوات زاروا المكسيك قبله وتأتي زيارة البابا للمكسيك بعد لقائه في هافانا البطريارك كيريلوس الأرثوذكسي لموسكو وعموم روسيا وهو لقاء غير مسبوق مع بطريارك روسيا بعد ألف عام من الانقسام بين مسيحي الشرق والغرب وعبر عنه البابا فرانسيس بالقول وأخيرا التقينا مكررا مرات عدة عبارة نحن أخوة وبدأ اللقاء بعناق وقبولات بين البابا والبطريارك الروسي وفي إعلان مشترك عبر رئيس الكنيسة الكاثوليكية وأكبر كنيسة أرثوذكسية عن الأسف على الجروح الناجمة عن نزاعات في الماضي البعيد والقريب بين المسيحيين وأكد أن العنف حصد في سوريا والعراق آلاف الأرواح وجعل ملايين الأشخاص مشردين ومن دون أي موارد وشددا على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى السكان المتألمين واللاجئين الكثيرين في الدول المجاورة وطالبا أيضا المجتمع الدولي من القيام بإجراءات عاجلة لوقف تفريغ الشرق الأوسط من مسيحيه لقاء رأسي الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية في الجزيرة الشيوعية بعد الانشقاق الكبير فما هذا الانشقاق وما هي مفعيل اللقاء؟ التفاصيل في هذا التقرير للزميلة ألين حلق بعد ألف عام من الانقسام بين مسيحي الغرب والشرق أو ما يطلق عليه الانشقاق الكبير عام 1450 احتضنت كوبا الجزيرة الشيوعية اللقاء الذي جرى بين البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها مليار ومئتا مليون مسيحي والبطريار كيريل رأس الكنيسة الأرثوذكسية روسية التي يتبعها 165 مليون أرثوذكسي من أصل 250 مليون أرثوذكسي في العالم أما الانشقاق الذي أوقع القطيع بين الكنيسة الغربية الرومانية والكنيسة الشرقية البيزنطية فأتى عقب مشادات بين البطريارك القسطنطيني كارولاريوس والموفد البواوي الكاردينال أمبرتو والسبب الرئيسي للنزاعات الذي أدت إلى الانشقاق هو الخلاف في قرار البابا ليو التاسع الكاثوليكي الذي طالب بأن يكون له سلطة على البطارك اليونان الأربعة في الشرق فرفض الشرقيون سلطة بابا روما وجرى الانشقاق وعقدت في القرون اللاحقة لقاءات ومحاولات للصلح والوحدة كمجمع ليون الثاني ومجمع بازل عام 1439 ولكنها باءت كلها بالفشل ولم تفلح محاولات أخرى جرت في عهد البابا بين الدكتوس السادس عشر الذي زار رئيس أساقفة القسطنطينية في اسطنبول البطريارك بارثلاموس إلى أن اجتمع الطرفان في هافانا والتحليل في السياسة يقول أن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية لرئيس فلادمر بوتين خصوصا أن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية تعد ظلا للسياسة الخارجية الرسمية وهي بهذا اللقاء التاريخي تبعث برسائل واضحة إلى الخصوم والأصدقاء على حد سواء بخصوص دورها في الشرق الأوسط فضلا عن رسالة الأهم ومفادها أن العالم الغربي والأرثوذكسي سيكونان يدا واحدة في الحرب العالمية على تنظيم داعش وفي ختام النشرة تفكيرون بأبرز العنوين ماذا؟ ماذا؟ أدينة سفر لا يتلعون لنا بناءة بانك بيبلوس يدفعون بالكارت مع أنا عندما ذهرت من الشغل تذكرت لغسالة اشتريت واحدة جديدة دفعت بالشيك وأكد لك أنا عشر ونصب تكون عندك كملت على اليوغا جلست الشكرة تحممت وأنا وفايليل سيو يجب أن تجد الإشتراك أكدت الله نطيت على تي ام سحبت كاش لم تصرف لي ولا أبو عبد ولا ناجيكوفير صرفتم بالباركين وضفعت الله عندما رأيت على البيت أجبت جيجي ونسيت حمرتها معك فراتا؟ كملنا على عشان كان جيد جدا جيدا كمان ضفعت كارت ولكن خلاص سأبدأ أدفع بالكارت من اليوم تعمل أي فيزا كارت من بانك بيبلوس لكل مشتريتك وجمع نقطة تبدلون بسفرات وهدية من أكرم بروغرام كان في النشرة عشية الذكرى النخبة في وادن طبع الدسم هو الملف الرئاسي والشارع في وادن الشعب جيعون وبتلاقي العلم ماشي يعني بالطريعة بتحكي مع حولا من يحمي شافط رمال المطار؟ شركة بأمريكا واحد من بيت بداير عبت تشير رمل من نص الحرم المطار وفاق بعد ألف عام فراق فريف مصيرنا والسعودية مشترك وكان في النشرة شبعان من حليب الأتان ختام النشرة شكرا لحسن المتابعة الموعد المقبل عند الحادية عشرة ونصف من هذه الليلة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة